موسيقى تجاوب السؤال الليلة وصلت الضوء على هذا الموضوع في المعلوماتية في قطاع المعلوماتية شركات المعلوماتية تصنع السوفتوير والبرمجيات في كلمة عندهم وهي كلمة الـ التي هي التحديث أو التطوير ممكن تحسون في أنتوا التلفون والتطوير والـ التحديث التحديث حقيقة سببين السبب الأول هو يكون تصميم المنطقة في تصميم المرنامج نفسه يبدأ في مناطق معينة ربما يهنق في مناطق معينة يكون بطيء في مناطق معينة أشياء من هذا النوع اللي هي يعني تعثرت أو غابت عن المصمم أو في التصميم السبب الثاني هو بمعنى اللاملاءمة يعني شلون يعني البرنامج يكون ناجح وجيد ومحقق يعني نجاح ولكن بعد فترة معينة تستجد أمور اللي تخلي البرنامج هذا لم يعود بهذه الكفاءة وهذه الحاجة مثلا على سبيل المثال وهناك مثلة كثيرة سنين قبل كان ينزل البرنامج مثلا ويندوز يعني مايكروسوفت في وقته مثلا ما كان أكو انترنت فبعد ما طلع الانترنت أصبح هذا البرنامج بالرغم أنه كان جيد وبالرغم أنه كان يعني ذو كفاءة لكن الشيء اللي استجد وجود شيء مثل الانترنت خلى لازم هناك في تطوير وأبغريد يحاكي ويستوعب هذا الجديد اللي دخل على الساحة هذا النوع النوع الثاني كذلك في اللاملاءمة هو عندما ينجح البرنامج ويعتمد عليه كثيرين ويستخدم من كثيرين هذا النجاح يسبب مشكلة النجاح يسبب مشاكل كذلك الفشل يسبب مشاكل أقرة لكن كذلك النجاح يسبب مشاكل هذا النجاح لأن هؤلاء المستخدمين ابتدوا يطورون وبتدوا نتيجة استخدامهم ونتيجة كفاءة هذا البرنامج بدأوا أهمة باستخدامهم يطورون احتياجاتهم بدأت تتغير تتجدد متطلباتهم بدأت تصير أكثر وبالتالي أصبح لازم هذا البرنامج يحاكي ويجاري تطور هذا المستخدم وبالتالي وإن كان في السابق هو بناجح ولكن مع الوقت نجاح يسبب لمعضلة ثانية وبالتالي يحصل الأبغريد هذا الشركات هذه مجرد ما يصير ريليس يعني تنزل نسخة يحتفلون بيتزا ودرينكس وكبا اليوم التالي بعد هذا الاحتفال تتكثف كل الجهود داخل المؤسسة المصممين والإدارة وغيرها بأنهم يبحثون عن العيوب في البرنامج عن الإخفاقات عن انتقادات عن شلي مو صاير عدل شلي ما يشتغل عدل شنو المشاكل اللي فيه المهم إنه هذه العملية التم بسلاسة وبدون أي مقاومة هو واقع بطبيعة هي بشكل عفوي ما في إنه والله هم يتحسسون إنه لأنا شون تطلع العيوب وبعدين يبينانا كأننا برنامج نضعيف أو إحنا قصرنا أو إحنا ما عملنا لازم وبالتالي ممكن الإدارة تعمل شيء وكل الكلام هذا بتاتا مش موجود هو ينزل البرنامج ويدري إن هذا البرنامج رح يكون في عيوب لكل فاهم شديد حتى المستخدمين والعملاء والزباين فاهمين شديد ويدرون إنه في أبغريدي ياي والأبغريدي هذا شيء صحي بالعكس هم يزدادون سعادة لمن يشوفون حجم الانتقادات أكبر معناته الريليس الياي النسخة القادمة راح تكون نسخة أفضل هذا الوضع مش موجود في القطاعات التقليدية بنوك وصناعة وسيارات وكل القناعة القطاعات الأخرى ما عندهم هالكلمة هذه أبغريدي عملية الأبغريدي ما تصير بشكل تلقائي هي عملية استثنائية يعني يجب أن تكون هناك حاجة أو شيء حصل ويقولون والله تعالوا خلنا نجرس ونشوف شون نطور إما يكون والله مجلس إدارة يديد تعين ويغير ويسوي أو إنه كارثة حصلت أو خسارة حصلت أو شيء معين حصل ويقولون والله خلنا نطور المشكلة إنه مجرد ما تشكل لجنة أو يأتون مستشاريين أو تعين جهة للقيام في عملية التطوير وينتشر الخبر داخل المؤسسة يصير استنفار داخل المؤسسة لمقاومة هذا التغيير ولأن في ناس يأيين ويبون شي يكون علينا ويبون يطلعون عيوبنا والله يسترش يصير عقوب هذا ووضعنا معناته راح يصير معدل فتبتدي مقاومة التغيير والكل يتحصن ويتجند لمقاومة التغيير وأبقاء الوضع كما هو تخلق حالة من حرب باردة أهلية داخل هذه المؤسسة اللي أبي أقوله إن شوفهني the power of words تأثير كلمة واحدة تعمل السحر في هذه القطاع هذه الكلمة بعمقها وإشلون متمكنة تخلق وتكاد هذه الكلمة أن تؤسس ثقافة وتختزن حالة معرفية وواقع اللي هذه الثقافة تغير كل العملية وتؤثر في الانتاج وتؤثر في العمل وتؤثر عكس الثقافة اللي هناك اللي في مقاومة للتغيير وكذا سحر هذه الكلمة كلمة واحدة upgrade ولذلك الكلمة مهمة ومن الكلمة والكلمات ينسج الفكر والفكر يسبق العمل وبالتالي الثقافة لا يمكن لمشروع نهضة أو مشروع حتى اقتصادي لا يمكن أن ينهض وينجح بدون ما يكون معه مشروع ثقافي متجدد ويتدفق ويتناغم مع هذا المشروع الاقتصادي أو السياسي العلاقة بين الاقتصاد والسياسة والثقافة هي علاقة شهيق وزفير النهضة هو طائر ذو جناحين أحد هذه الأجنحة هو المشروع الثقافي وبدون المشروع الثقافي هذا الطائر لا يطير ويظل في القاع وبالتالي الثقافة ليست طرف الاستثمار وبلورة مشروع ثقافي هو يكون البداية والبنية التحتية لأي مشروع نهضوي سواء على مستوى دولة أو أمة أو حتى على مستوى مؤسسة وبالتالي من هنا يأتي اهتمامنا بالرغم من نحن جامعة متخصصة في الهندسة وإدارة الأعمال ولكن نحن جامعة عقدنا العزم على عمل نقلة نوعية في التعليم وفي التنمية البشرية وجزء من دورنا نعتقد أن يجب أن نكون فاعلين في المجتمع والاقتصاد وتفعيل التحديات سواء كانت ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية طبعا مع المؤسسات الأخرى ومع الفعاليات الأخرى اللي في المجتمع وتبنينا لهذه الجائزة ما هو إلا مثال بسيط لما إن شاء الله آتي من برامج ومن فعاليات نبتدي إنساهم فيها بالمجتمع نتمنى أن نخلق قوة دافعة جديدة تبعث الروح في التطوير وخلق نهضة معينة يعني مع المؤسسات الأخرى أكيد ومع الناس والفعاليات الأخرى يعني مرة ثانية يقول حياكم الله ونتشرف حقيقة في وجودكم ويعطيكم ألف عافية وشكراً اشتركوا في القناة